خليني أبدأ أسأل حضرتك في البداية عن رأيك في الجوائز يعني زي ما تبعتها متصق معها ولكن ربما ليك رأي آخر هو يعني ما نقدرش نقول إن أنا متفق معها بنسبة 100% الفكرة كلها ليها علاقة بلجنة التحكيم يعني لجان التحكيم دايما بيتم تشكيلها بشكل مختلف كل سنة وبالتالي كل سنة بيبقى لها انطباعات خاصة ليها علاقة بمرجعيات لجان التحكيم هل وجود فيها سينمائيين أكتر سواء فنيين أو صناع منتجين كل دي عوامل بتفرق على الأفلام فدايما بيبقى الجمهور له المشاهدة في القاعات والتحكيم ما بنحبش نتكلم عليه كتير لا مش قصدي كده بس أنا أصد إنه ممكن حدث تكون شفت فيلم توقعت إنه هذا الفيلم يكون يحصل على جائزة وبعدين لقيت إنه ما حصلش على جائزة لجنة التحكيم بتأكيد لها رأي ويعني اختلاف الود لا يفسد اختلاف الرأي اللي يفسد للود قضية فهل ده حصل مع حضرتك هل شفت في أفلام كنت تنتظر يعني إنها تحصل على جوائز ولكن لم يحدث آه يعني أنا كان فيلم تحضيرات تحضيرات لكي نلتقي بريبريشن تو ميتينج فوريفر الفيلم ده كان واحد من الأفلام الجيدة جداً لو كنتم توقع إنه ممكن ياخد جائزة ولكن هو ما أخدش جائزة بس هتظل هي برضو انطباعات شخصية يعني صحيح ترجمة نانسي قنقر